اهلا بيكم ابناء بناتي طلبة وطالبات الصف الثاني السنوي الفندوقي بالمدارس المطبق بيها منظومة الجدرات اهلا بيكم حبيبي معانا في وحدتنا الاخيرة لهذا الترم من الصف الثاني الفندوقي وهي وحدة التنظيف العميق بدأنا الترم بتاعنا بوحدتين اتنين اشتغلناهم قبل كده هي وحدة الخدمة المسائية وكمان وحدة تنظيف شرفة الغرفة النهاردة هنكمل مع بعض الترم دوت بوحدة مهمة جدا جدا واساسية في عمل مشرف الغرف وهي وحدة التنظيف العميق او الديب كلينك وزي ما احنا متعودين حبيبي في بداية كل وحدة لازم نعرف نقطتين اتنين اتنين اساسيتين وهم المتطلبات السابقة للوحدة ديت وكمان ايه هي اهم المخرجات داخل الوحدة والمعايير الموجودة تحت هذه المخرجات بنقول ان التنظيف العميق من الوحدات المهمة وليها متطلبات سابقة وهي ان الطالب يكون جدير في وحدة خدمة غرف النزلاء كمان يكون جدير في وحدة تنظيف حمامات الغرف بنبتدي الوحدة ديت كمان بالتعرف على مخرجات الوحدة بتاعتنا واللي حنشوفها مع بعض على اللاب الوحدة بتاعتنا فيها اربع مخرجات اساسية وتحت كل مخرج مجموعة من المعايير الاساسية اللي زي ما احنا متفقين ان هذه المعايير هي الاساس اللي انا بتقيم عليه داخل الوحدة بتاعتي الديب كيلينج زي ما احنا شايفين او التنظيف العميق بنقول هدف هذه الوحدة ايه شباب؟ هدف هذه الوحدة هو اكساب الطالب المعارف والمهارات اللازمة لعملية التنظيف العميق للغرف يبقى هي هدفها اكساب الطالب المعارف والمهارات اللازمة لعملية التنظيف العميق للغرف مخرجات التعلم اللي موجودة داخل الوحدة بتاعتنا النهاردة زي ما قلنا اربع مخرجات نقولهم كده مع بعض ونبدأ مخرج مخرج اول حاجة المخرج الاول يستعد للتنظيف العميق للغرف يبقى رقم واحد زي ما انا متعودين في كل مهمة اننا بستعد للمهمة دي اول مخرج عندنا يستعد للتنظيف العميق للغرف المخرج التاني يطبق الاجراءات الصحيحة للتنظيف العميق للغرف المخرج التالت يطبق معايير الجودة داخل مؤسسات الضيافة المخرج الرابع يقيم اداءه الخاص ويخطط لتحسينه يبقى احنا زي ما احنا شايفين عندنا اربع مخرجات اساسية يا شباب هذه المخرجات زي ما احنا متفقين في اي وحدة ايا كانت بتتم الوحدة او المهمة او الجدارة اللي انا بدرسها بتلت خطوات رئيسية اول حاجة ان انا بستعد لتنفيذ الجدارة زي ما هو المخرج الاول عندنا النهاردة يستعد للتنظيف العميق للغرف انا بستعد لاداء الجدارة رقم اتنين يطبق اجراءات التنظيف العميق للغرف ان انا بطبق الاجراءات الخاصة بالعملية او الجدارة اللي انا هقوم بيها وهي التنظيف العميق رقم ثلاثة يطبق اجراءات او اداءات الجودة داخل مؤسسات الضياف لما بطبق الجودة الجدارة سوري اللي انا بنفزها اللي هي التنظيف العميق بتتطلب هذه الجدارة او هذه المهمة الى مجموعة من اساسيات الجودة لازما بتصاحب تنفيذ الجدارة بتاعتي وبالتالي لازما اعرف ازاي هطبق اجراءات الجودة او اداءات الجودة داخل المؤسسة الفندقية وزي ما احنا متعودين في نهاية كل واحدة بعمل تقييم كامل لادائي في دراسة هذه الوحدة وتنفيذ الجدارات الخاصة بيها وكمان اخطط لتحسين نقاط الضعف اللي ممكن تكون قابلتني اثناء دراسة هذه الوحدة تمام؟ كده عرفنا الاربع مخرجات الاساسية داخل الوحدة بتاعتنا اللي هي يا شباب الديب كليننج او التنظيف العميق تعالوا كده نبدأ مخرج مخرج اللي هو المخرج الاول عنوان حلقتنا النهاردة يستعد للتنظيف العميق للغرفة تعالوا كده نشوف معايير هذا المخرج وندرس مع بعض معيار معيار عندنا المخرج الاول يستعد للتنظيف العميق للغرفة زي ما قلناه من شوية طيب ايه هي المعايير اللي تحت هذا المخرج عندي مجموعة كبيرة جدا من المعايير المعيار الأول يستلم جدول التنظيف العميق وفقاً لسياسة مؤسسة الضياف نخلي بنا كويس جداً يا شباب من المعيير اللي احنا بنقولها عشان هي دي المستويات اللي أنا على أساسها هتقيم سواء كنت جدير أو غير جدير في هذه الوحب يبقى رقم واحد يستلم جدول التنظيف العميق وفقاً لسياسة مؤسسة الضياف المعيار الثاني يحدد الأدوات والمعدات اللازمة لأداء مهام التنظيف وفقاً لقواعد الصحة والسلامة المهنية طبعاً لمهام التنظيف العميق زي ما احنا عارفين المعيار الثالث يحدد المواد الكيميائية اللازمة لأداء مهام التنظيف العميق وفقاً لقواعد السلامة والصحة المهنية المعيار الرابع يحدد مسئوليات وحدة الصيانة الفندقية وفقاً لسياسة مؤسسة الضيافة المعيار الخامس يبلغ عن أعمال الصيانة داخل الغرفة وفقاً لقواعد مؤسسة الضيافة طيب دعالوا بقى كده نبدأ الأول يستلم جدول التنظيف العميق وفقاً لسياسة مؤسسة الضيافة زي ما قلنا وزي ما قرينا من شوية إحنا عندنا مجموعة جبيرة جداً من المعيير داخل هذا المخرج اللي هو مخرج إيه؟ الاستعداد لعملية التنظيف العميق عشان حضرتك تبدأ تنفذ مهام التنظيف العميق داخل الغرفة عندك ست معيير أولى هذه المعيير هي عملية استلام جدول التنظيف العميق وفقاً لسياسة منشأة الضيافة طيب هو مثل إحنا حتطلنا جملة وفقاً لسياسة منشأة الضيافة داخل هذا المعيار إحنا قلنا شباب واتفقنا من بداية شغلنا من الصف الأول إن داخل مؤسسات الضيافة بتكون هناك إجراءات مختلفة للتنفيذ وبالتالي إحنا بنقول القاعدة العامة ولكن سياسة التنفيذ قد تختلف من منشأة فندقية إلى منشأة فندقية أخرى وعليك يا شباب إن أنت تستلم هذا التقرير الخاص بالغرف وفقاً لسياسة المنشأة بتاعتك أو وفقاً لإجراءات التنفيذ داخل هذه المنشأة طيب زي ما إحنا متفقين وعرفنا في وحدة خدمة غرف النزلاء قبل كده الروم أسايمانتشيت بتاعي أو تقرير حالة الغرف اللي أنا حستلمه بيكون بيشتمل على إيه يا شباب؟ بيشتمل على المكان اللي أنا حشتغل فيه داخل الفند إيه هو السيشن المخصص ليا داخل الفند كمان عدد الغرف اللي أنا حقوم بتنظفها داخل هذا السيشن أو داخل هذا المكان رقم ثلاثة بيتحدد فيه اليوم اللي حضرتك حتشتغل فيه رقم أربعة بيحدد لي حالات الغرف اللي أنت حتتعامل معه ده بالنسبة لخدمة غرف النزلاء العادية طيب بالنسبة للديب كلينينج أنا بيكون معايا تقرير حالة الغرف اللي أنا هعمل فيها تنظيف عميق فقط تمام؟ لأننا دلوقتي هنفذ مهام إيه؟ الديب كلينينج فبالتالي حتكون ليا مهام غير مهام التنظيف العادي فبالتالي بيكون هذا التقرير اللي أنا بستلمه من الأوردر تيكر اللي هو متلقي الطلبات داخل عندي قسم الإشراف الداخلي بيكون هذا التقرير يحتوي على عدد الغرف التي تحتاج إلى عملية التنظيف العميق تمام؟ أماكن هذه الغرف ترتبها داخل جدول الأعمال داخل الفندق هذه الغرف عشان تدخل ديب كلينينج لازما بتخرج خارج الترتيب لفترة معينة من الوقت لحين انتهاء عمليات التنظيف العميق وبالتالي لازما أراعي ترتيب هذه الغرف داخل الجدول وكمان حالتها إيه اللي موجود داخل الغرفة إيه المشكلات اللي موجودة داخل الغرفة وحتى تطلب إلى صيانة وبالتالي ده بيكون كله ظاهر داخل تقرير حالات الغرف طيب عشان أستلم تقرير حالات الغرف لازما الأول أفهم يعني إيه أصلا عندي ديب كلينينج أو التنظيف العميق تعالوا كده نشوف هو بيقول لي يعني إيه ديب كلينينج الديب كلينينج يا شباب هو عملية إعادة الغرف مرة تانية لحالتها في بداية الاستعمال يعني إيه يعني إحنا الغرف دي لما تبنت في بداية إنشاء الفندق وتم تجهزها لاستقبال النزلات هذه الحالة من الجودة ومن درجة النظافة والترتيب والكفاءة لازما التنظيف العميق أو الديب كلينينج بيعيد الغرفة مرة تانية لهذه الحالة اللي هي حالة البداية بنفس الجودة وبنفس الكفاءة وبنفس درجة ومستوى النظافة يبقى إذن تاني تعالوا كده نشوف التعريب بتاعنا للديب كلينينج هو بيقول لي عليه التنظيف العميق هو عملية تنظيف دوري للغرف يعني إيه يعني تنظيف مستمر لغرف مؤسسات الضيافة حيث أن هذه الخدمة تغطي أنشطة عديدة يعني بيقوم وبنفس فيها مجموعة كبيرة جدا من الأنشطة مثل إزالة الغبار في الأماكن المرتفعة وتنظيف حواف السجاد والجدران وتغيير الستائر وقلب المراتب وكمان أعمال اطلاع وهي تعدى أحد أكثر الأدوات فاعلية لإرضاء النزلاء ويجب أن يتم التنظيف العميق على مدار العام بناء على عدة أمور مثل حركة المرور وحجم الفندق وخصوصا في ظل تلك الظروف الحالية كامتشار الأمراض والأوباء تاني التنظيف العميق يا شباب زي ما احنا شفناه على الشاشة من شوية هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن رعاية وعناية بالغرف بشكل دوري يعني إيه بشكل دوري؟ يعني بشكل مستمر هنفترض أن المؤسسة الفندقية اللي أنا بشتغل فيها فيها حوالي 200 غرفة تمام؟ المتين غرفة دول أنا بعمل ليهم ديب كيلينج أو تنظيف عميق على مدار العام كله بشكل دوري ومستمر لازما بعمل تنظيف عميق لكل جزء من أجزاء الغرفة كل فترة معينة من الزمن من اللي بيحددلي الفترة دي؟ هي جداول التنظيف العميق اللي بتنعمل وبتترتب لجميع غرف الفندق بشكل دوري ومتتالي طيب لما ببدأ عملية التنظيف العميق دي إيه اللي أنا بنفزه فيها؟ أو إيه الإجراءات اللي أنا بعملها؟ قال لي إن هي عملية بتشمل العديد من الأنشطة على سبيل المثال هذه العملية بتتضمن إيه؟ بتتضمن تنظيف السجاد وتنظيف الستائر وتنظيف الحوائط وإعادة طلقها إذا تطلب الأمر وكمان تنظيف وصيانة لجميع الأجهزة والأدوات والمعدات اللي موجودة داخل الغرفة كمان صيانة لجميع قطع الأساس اللي موجودة داخل الغرفة وتنظيفها بشكل عميق تمام؟ وده هنعرفه عفوا وده هنعرفه مع بعض كمان شوية داخل المخرج بتاعنا يبقى إذن التنظيف العميق هي عملية تنظيف دورية لغرف الفندق أو لغرف المؤسسات الفندقية وبيتم فيها مجموعة جبيرة جدا من الإجراءات اللي بتتم داخل الغرفة من هذه الإجراءات عمليات التنظيف الخاصة به الحوائط والستائر والأساس والجدران والحمامات وصيانة جميع أجهزة الغرف طيب التنظيف العميق زي ما قلنا بيتم بشكل دوري على مدار العام لغرف الفندق ككل تمام؟ هذه الجداول بتوضع على أساس إيه؟ على أساس جدول المرور يعني إيه جدول المرور؟ هل هو المرور اللي في الشارع يا مس؟ لا طبعا جدول المرور يا شباب اللي هو جدول مرور التنظيف العميق على عدد الغرف وكمان حالات الغرف اللي بتستدعي الديب كيلينج في الوقت ده تمام؟ كمان على حسب الترتيب اللي بينعمل لغرف النزلاء وبنقول إن الديب كيلينج هو أساس ومتطلب أساسي حاليا داخل غرف النزلاء أو داخل الفنادق علشان خاطر انتشار الأوباء اللي موجودة حاليا اللي هي زي كورونا فبالتالي من وقت إلى آخر وبشكل دائم ومستمر يجب عمل تنظيف عميق للغرف للتأكد من خلوها تماما من أي أمراض أو من أي عدد والتي تشمل مجموعة جبيرة جدا من الإجراءات واللي بتتم بشكل دوري وفقا لجداول معينة هذه الجداول بتترتب وبتوضع على حسب معدل التسكين داخل الغرف وكمان على حسب معدل الدوران لعمليات التنظيف داخل الغرف طيب عشان أعمل ديب كيلينج المؤسسات الفندقية بتعمل الديب كيلينج ده كل قد إيه وإزاي وإيه هي الأدوات والشروط اللي أنا يجب أن أتباحها عشان أعمل ديب كيلينج تعالوا كده نشوف مع بعض إحنا قلنا المخرج الأول يستعد للتنظيف العميق المعيار الأول يستلم جدول التنظيف العميق وفقا لسياسة مؤسسات الضيافة بنقول بيتم جدولة الغرف لعملية التنظيف العميق وفقا لسياسة مؤسسات الضيافة حيث تتم في بعض مؤسسات الضيافة من شهرين إلى ثلاثة أشهر يعني بعمل للغرفة تنظيف عميق كل شهرين أو ثلاثة أشهر والبعض الآخر من خمستاشر إلى عشرين مرة في العام يعني الغرفة الوحدة بيتم لها عمليات تنظيف عميق من خمستاشر إلى عشرين مرة في العام الواحد بنقول ويمكن تعديل الجدول الزمني بناء على نسبة الإشغال الموسمي داخل الفند النقاط الهامة قبل البدء في عملية التنظيف العميق إيه اللي أنا يجب أن أرعيه قبل أن أبدأ عملية التنظيف العميق رقم واحد إنه يستخدم عصى أو الغبار ذات المقابد ذات المجبض الطويل للوصول إلى جميع المناطق المرتفعة في الغرف بما في ذلك كشفات الدخان والرشاشات وشبكات تهوية الهواء والأسطح العليا للدولام رقم اثنين تنظيف جميع وحدات الإضاءة رقم ثلاثة تنظيف إطار النوافذ وغسل النافذة من الداخل والتأكد من أن آلية قفل النافذة تعمل رقم أربعة تمفيق تنظيف الجدران والأبواب والعمل من أعلى إلى أسفل رقم خمسة تنظيف جميع أسطح الأساس من الداخل إلى الخارج رقم ستة فحص الأساس المنجد والتأكد من سلامته من البقع أو القطع به والعمل على إصلاحه أو استبداله حسب الحاجة إزالة خطفات ستائر الحمام وتنظيفها وحفظها داخل أكياس خاصة بذلك تنظيف بلاط الأرضيات يبقى إذن عندي مجموعة كبيرة جدا من النقاط اللي أنا بتتبحها وأرعيها قبل بداية عمليات التنظيف العميقة عشان حضرتك تنفذ الديب كليننج داخل الغرفة فيه نقاط معينة يجب أن أنت تتبح أول حاجة لما باجي أعمل ديب كليننج فأنا بعمل تنظيف للأسقف والرشاشات وفتحات التهوية وكمان إنذارات الحريق اللي موجودة داخل الغرفة هذه المناطق موجودة في أعلى الغرفة وفي السقف وبالتالي فأنا يجب علي عشان أنضف هذه الأماكن إن أنا أستخدم عصى التنظيف ذات المقبض الطويل علشان أولاً أراعي إيه يا شباب؟ عشان أراعي أساسيات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بي لازماً ما قفش على سلم عالي ما حاولش إن أنا أصل الأماكن العالية بشكل خطر لا بالعكس أنا بتنيني ثابت على أرضية الغرفة وبستخدم لتنظيف هذه الأماكن عصى التنظيف ذات المقبض الطويل دي رقم واحد طيب رقم اتنين تنظيف الجدران والحوائط لازماً إن أنا أنضف جميع جدران الغرفة والحوائط وده هنشوفه هنتكلم عليه بالتفصيل طيب رقم تلاتة إن أنا أعمل تنظيف لإطار البلكونة أو النوافذ اللي موجودة عندي داخل الغرفة وكمان أتأكد من نظافة الزجاج من الداخل وغسله بشكل جيد جداً وكمان أتأكد من إن ألية القفل والفتح للنافذة أو البلكونة تعمل بشكل جيد يبقى دي رقم ثلاث طيب رقم أربعة تنظيف الأبواب والعمل من أعلى إلى أسفل زي ما إحنا متعودين يا شباب إن أنا بحدد اتجاه العمل بتاعي دائماً بيكون من أعلى إلى أسفل في المهمات اللي أنا بنفزها بنفز الشغل من أعلى إلى أسفل ومن الداخل إلى الخارج وده اللي هنعمله في المقطة اللي بعد كده اللي هي تنظيف قطع الأساس من الداخل إلى الخارج وليس العكس كمان بعد كده فحص الأساس المنجد اللي موجود عندي اللي داخل الغرفة وتأكد تماماً إن هذا الأساس لا يوجد فيه أي نوع من البقع ولا يوجد فيه كمان أيضاً أي قطع داخل هذا الأساس ولو فيه براعي دوت وبكتبه في التقرير بتاعي عشان هرفعه بعد كده لقسم الصيانة عشان يتعامل مع هذه المشكلات طيب النقطة اللي بعد كده إزالة خطفات ستائر الحمام وتنظفها وحفظها داخل أكياس خاصة بذلك وهنتكلم برضو عن ده بالتفصيل بعد كده تنظيف قبلات الأرضيات طيب علشان أنظف أعمل التنظيف العميق عندي حاجة اسمها نموذج لقائمة التنظيف العميق ديب كلينج تشيك يبقى تاني عندي يا شباب عشان أعمل التنظيف العميق عندي قائمة كبيرة جداً لخطوات التنظيف العميق اللي أنا لازم أن أرعيها كويس جداً أثناء التنفيذ داخل الغرف هذه القائمة بتشمل مجموعة النقاط أو الإجراءات اللي أنا هنفزها في عملية ديب كلينج داخل الغرف خطوة بخطوة وحننفزها إزاي وإيه الأجزاء المهمة اللي أنا لازم أن أركز عليها تعالوا كده مع بعض نقرأ القائمة بتاعتنا ونشوف كل جزء فيها ونتكلم عليه بالتفصيل أول حاجة خالص عندي داخل الديب كلينج قلب المراتب ورفع البيضات وتنظيف إطار السرير وإعادة ترتيب السرير لأ نشوف كده بقى مع بعض على الصور علشان أعمل ديب كلينج لمنطقة السرير داخل الغرفة وهي أولى المناطق اللي أنا بشتغل عليها في عملية الديب كلينج إن أنا بعمل إيه يا شباب؟ برفع بقلب المراتب تمام؟ وعمل ورفع صندوق المرتبة أو صندوق السرير وأنظف تحته يعني إيه بقى الكلام ده؟ زي ما إحنا شايفين كده على الصورة بنقول يا شباب عشان أعمل ديب كلينج لمنطقة السرير بقلب المرتبة يعني إيه بقلب المرتبة؟ دايماً عندي المراتب اللي موجودة داخل الفنادق مراتب ذات سوسط مصنوعة من السوسط فعلشان أضمن إن شكل المرتبة ما يتغيرش باستمرار وجودها على جنب معين لإن دائماً النزيل مثلاً لما بيجي ينام بيقعد ناحية الكومودينو عشان يحط الموبايل بتاعه ويحط مفاتيحه ويحط الرمود بتاع التلفزيون بيستخدم هذا الجنب باستمرار فبالتالي مع استمرار استعماله من أكتر من نزيل وبعدم تغيير أو قلب المرتبة بيحصل إيه؟ بيحصل إن هذا الجنب من السوسط بيحصل له ضعف وبالتالي بحس إن المرتبة فيها ميل من أحد الزوائي لو أنا ما عملتش قلب للمرتبة في الديب كي ليننج أساس الشغلة عندي أو أقول خطواتي إن أنا أعمل قلب للمرتبة قلب للمرتبة إزاي؟ أنا عندي المرتبة مكونة من أربع جوانب هنفترض إن دي المرتبة اللي موجودة عندي هي من الأربع جوانب لو أنا حطتها على السطح اللي موجود قدامي ده واستعملتها لفترة معينة حلاقي إيمالة في أحد جوانب المرتبة عشان أحافظ على شكل المرتبة بشكل مستمر بعمل قلب لي المرتبة وغيرها بالشكل ده تمام؟ ليه؟ أنا ضمنت إن تغيير الجنب اللي كان موجود هنا ده اللي كان موجود في الناحية الثانية إنقلب بقى الناحية دي فبالتالي ضغط العمل عليه اللي هو ناحية الكمودينو قل فبالتالي بدأ يحصل إيه؟ التوازن للضغط على السوسط اللي موجودة داخل المرتبة طب أنا بقلبها بالشكل ده بس يامس لا كمان بضيارها من الأربع جوانب وفقاً لجدول الترتيب يعني كل ثلاث شهور بغير الجوانب على حسب صندوق السرير الجوانب اللي كانت عند رأس السرير واللي عند القدم بغيرها بالوضع ده وكمان بقلبها على الجنب اللي بقى دي هذا التغيير يا شباب بيعمل إيه في المرتبة؟ بيساعد بيوزع التوازن على السوسط بتاع المرتبة وكمان بيوزع ضغط العمل عليه فبالتالي تظل سوسط المرتبة بنفس الشكل المنتظم وما يحصلش تلف في المرتبة اللي موجودة عندي نتيجة عدم تغييرها طيب إيه كمان؟ تغيير جوانب المرتبة يا شباب لازم يتم بشكل سليم طب حيتم بشكل سليم إزاي؟ هل أنا بقى كمشرف غرف عشان أثبت للسوبرفايزر بتاعي إن أنا حد قوي وقادر على الشغل أقوم داخل في الديب كليميج أقوم شايل المرتبة الوحدي وأبدأ أغيرها؟ غلط في الحالة دي أنت بالنسبة لي عندي حتى لو قدت كل الإجراءات المطلوبة منك أنت غير جديد ليه يا شباب؟ عشان أنت محفزتش على إجراءات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بيك بل بالعكس أزيت نفسك وأزيت فقرات ظهرك بحملة قيل جدا أعلى من درجة التحمل بتاعتك وبالتالي ممكن مع الوقت حضرتك ما تقدرش تكمل شغل عندي في الحالة دي أنت خسرتيني مش أفدتيني ليه؟ لأنت محفزتش على صحتك أنت لأن أنت الأهم عندي أنت اللي بتجد لي الجست وأنت اللي بتعمل للربح داخل الفندق وبالتالي عدم محفزتك على أسس الصحة والسلامة المهنية بيسبب مشكلة كبيرة جدا وزي ما احنا شفنا في الصورة اللي موجودة عندنا دلوقتي الصورة موجود فيها شخصين اتنين بيقلبوا عندي المرتبة زي ما احنا شايفين أحد الأشخاص بيمسك من قدم السرير والتاني بيحمل من رأس السرير وبيبدأ يحمل المرتبة ويحملها خارج نطاق السرير تماما ليه بحمل المرتبة خارج نطاق صندوق السرير؟ يعني احنا زي ما احنا شايفين كده على الشاشة اللي موجودة عندي هنا المرتبة زي ما احنا شايفين هنا واقف عند قدم عند رأس السرير والشخص الآخر واقف عند قدم السرير بيحمل طيب أنا حشيل المرتبة خالص من على السرير في البداية أثناء عملية التنظيف العميم بعد كده الجزء الأسفل ده اللي أنا بشاور عليه بالموز ده اسمه سندوق السري هذا الجزء حيتم حمله تماماً وإبعاده من المنطقة دي لحين التنظيف أسفل هذا السندوق بعد كده بعمل تنظيف لهذا السندوق قلب مرتبة السري واللي بتتم على ثلاث مرحل أول مرحلة فيها رفع المرتبة بمساعدة أحد الزملاء داخل الغرف لأننا لما بعمل ديب كلينج أما بخشش الغرفة الواحدة زي خدمة الغرف لا ده أنا بدخل أنا وأربع أو خمس أو خمسة من زميلي في عملية التنظيف فبالتالي بيكون معايا زميل أو شريك داخل الغرفة هذا الشريك أو هذا الزميل بيساعدني في رفع المرتبة من على سندوق السرير تمام؟ بعد كده بنحمل أنا وهو أيضاً سندوق السرير اللي موجود أسفل المرتبة تمام؟ اللي هو بيشكل جسم السرير الصلب اللي بيحمل المرتبة هذا السندوق بنقوم بعملية تنظيفه من جميع الجوانب ومن الداخل إلى الخارج زي ما قلنا بعد كده المكان أسفل سندوق السرير بيتم تنظيفه لو المكان ده مصنوع من المكت أو السجاد زي ما شفنا في الصورة بتاعتنا لازم أن يتم ليه عملية غسل وشفت بأجهزة تنظيف السجاد ويترك إلى أن يجف ثم يعاد وضع سندوق السرير مرة تانية وبعد كده بتوضع المرتبة على الجهة الجديدة وفقاً للجدول الزمني لترتيب هذه المرتبة لو أنا حطيته برقم زوايا المرتبة الأربعة وبحدد أنه زوايا المفروض توضع في هذا الترتيب وفقاً للجدول بعد كده برجع برضو أرجع صندوق السرير مع الاستعانة بيه زميلي أو شريكي داخل الغرفة وكمان برجع المرتبة برضو بالاستعانة مع زميلي ووضعها في الوضع الجديد يبقى أول خطوات الديب كلينج داخل الغرفة هي إيه يا شباب؟ قلب مراتب السرير وتنظيف أسفل المرتبة وإعادتها مرة أخرى إلى نفس المكان طيب في سؤال إحنا في خدمة الغرف المفروض أن الخرفة دي بتستعمل وأنا حدخل أعمل فيها ديب جلينج يبقى إذا من الوارد أو من الأساسي أنه هيكون على السرير بتاعه اللينن اللي موجود عليه هذا اللينن زي ما احنا متفقين يا شباب في بداية أي تنظيف عشان أستعد التنظيف الغرفة بعمل إذاك وحطه في كيس اللينن اللي موجود عندي على الترول يبقى عرفنا دلوقتي أولى خطوة تنظيف الغرفة بالديب كلينج هي تنظيف منطقة السرير وعمل قلب لمرتبة السرير وتنظيف صندوق السرير وأسفل الصندوق طيب الخطوة الثانية إزالة الغبار من الأماكن العالية التي من الصعب الوصول إليها نشوف كده مع بعض على الصور زي ما احنا شايفين مشرف الغرف اللي موجود قدامي هو يا شباب بيستخدم إيه؟ زي ما احنا شايفين ماسك في إيده إيه؟ برافو ماسك عصى التنظيف ذات المقبض الطويل ودي قلنا دي أحد أهم الاستعدادات اللي بعملها قبل التنظيف في العميل طيب إحنا شايفينه هنا بيعمل إيه؟ بيعمل إزالة للغبار اللي موجود في الأسقف وكمان في فتحات التهوية وعلى المروحة زي ما احنا شايفين كده في الصورة وكمان لأجهزة الإضاءة اللي موجودة عندي في السقف يبقى تاني النقطة التانية اللي موجودة عندي فيه الديب كليننج إن أنا بعمل إيه يا شباب؟ إزالة الغبار من الأماكن العالية التي من الصعب الوصول إليه ودي عن طريق عصى التنظيف ذات المقبض الطويل زي ما احنا شايفين وهذه الأماكن بتكون عادة فتحات التهوية أو أجهزة الإنذار اللي موجودة في سقف الغرفة أو المروحة زي ما احنا شايفين في الصورة أو وحدات الإضاءة اللي موجودة داخل سقف الغرفة يبقى إذن كده عرفنا النقطة التانية اللي موجودة عندي في قيمة التنظيف العميقة وهي يا شباب إزالة الغبار من الأماكن العالية التي من الصعب الوصول إليها في عمليات التنظيف العادي اللي هي بدخلها كل يوم في الوردية بتاعتي يبقى إذن بعمل إيه بقى؟ لا ده الأماكن العالية اللي أنا ما بنظفهاش في الوردية بتاعتي لا بنظفها في الديب كلينج عن طريق عصى التنظيف ذات المقبض الطويل طيب النقطة التالتة عندي أو العنصر التالت في القيمة بتاعتي تنظيف ذجاج النافذة والستاءة تعالوا كده نشوف الصور مع بعض زي ما احنا شايفين عندنا في الصورة بتاعتي عندنا مجموعة من مشرفي الغرف داخل الغرف مش واحد بس لا التلات مشرفين بيسعدوا بعض في مهام الديب كلينج اللي موجودة عندي وهذه المهمة اللي هي تنظيف ذجاج الشرفة أو النافذة اللي موجودة عندي زي ما احنا شايفين عن طريق يا شباب الترشونة الزرقة الخاصة بالزجاج وكمان منظف الزجاج اللي هو الجلاس كلينر وزي ما احنا شايفين هنا المشرف التالت بينظف لي إطار النافذة وبيتأكد كويس جدا من سلامته وسلامة الإطار المطاطي الخاص به وكمان سلامة الإفل الخاص به النافذة اللي موجودة عندي زي ما احنا شايفين كمان في الصورة التانية تنظيف الستائر الخاصة بالغرف وفي النقطة دي محتاجين نتكلم شوية مع بعض عشان أنظف الستائر الخاصة بالغرف عندي أكتر من طبقة من الستائر داخل الغرف في الديب كليننج بعمل إيه يا شباب بعمل إزالة لجميع طبقات الستائر من على القضيب الخاص به اللي احنا بنقولها كده بالعربي المصورة بتاع الستار بشيل كل قطع الستائر اللي من عليه طب بشيلها إزاي وبرتبها إزاي وبرجحها تاني إزاي لما باجي أعمل إزالة لقطع الستائر يجب علي أننا أعلم قطع الستائر دي وأرقمها يعني إيه؟ أنا دلوقتي عندي قطعتين من الستائر يعني محطوطين على الحائط بتاعتي تمام؟ واحدة يمين وواحدة يصور لما جا شيلهم بعمل إيه؟ بازل الجزء اليمين وببدأ أعلمه أو أكتب علمه للسطارة الخاصة بالغرفة رقم وينزل عندي داخل اللوندري أو المخسلة ويبدأ يتنظف فلما يرجع لما جركبه داخل الغرفة لازم أن أبقى عارف ده أنه جنب وبتاع أنهي غرفة علشان ما دخلش قطع مكان قطع ولا اتجاه عكس اتجاه تمام؟ يبقى إزا بازيل جوانب الستائر كله التقيلة والخفيفة كل جزء منها بيتم ترقيمه وكتابة عليه اتجاهه ورقم الغرفة الخاصة به بعد كده بترسل هذه القطع إلى اللوندري أو المخسلة وبيتم تنظفها بعمليات التنظيف الجاف وتكوى وبعد كده تعاد مرة تانية لتركبها داخل الغرفة طيب قبل ما تعاد بعمل إيه بقى؟ بعمل تنظيف جيد جدا لقضيب السطارة اللي هي المصورة الخاصة بالسطارة تمام؟ واتأكد أن سحاب السطارة يعمل بشكل جيد ما فيهوش أي مشكلة طب لو فيه مشكلة ببلغ الصيانة على الفور لإصلاح هذا القضيب قبل إعادة السطارة لمكانها مرة أخر يبقى إذا رقم واحد إزالة جميع قطع الستائر الخفيف منها والتقيل ترقيم هذه القطع وكتابة اسم القطع واتجاهها ورقم الغرفة الخاصة بيها بعد كده حلقات السطارة اللي بتركب عليها السطارة داخل قضيب السطارة بيتم إنزالها وجمعها ووضعها في أكياس محددة وكتابة عددها وترقيمها وتملاحظة ما إذا كان أحد هذه الحلقات فيه كسر أو فيه مشكلة بكتب لي الصيانة إن هي تبعث لي العدد المطلوب لإعادة تركيبه مرة تانية بعد عملية التنظيف يبقى إذن بخلع القماش بتاع الستائر بتأكد من سلامة القضيب وأنظفه بتأكد من سلامة الحلقات وبجمعها كلها داخل أكياس محددة بكتب على الكيس عدد الحلقات وبتأكد من سلامتها جميعاً وأن ما يكونش فيها أي كسر وأن هي بتنزلق على قضيب السطارة بشكل سلس كمان بكتب رقم الغرفة قبل ما برجحها للبنتري بتاعي على مكمل عمليات التنظيف العميق ليه يا شباب؟ علشان لما يجي أرجع حلقات الستائر أبقى عارف أنا برجحها لأنهي غرفة وبأنهي عدد ما يحصلش عندي أي مشكلة تمام؟ طيب أنا دلوقتي نضفت الستائر وكوتها كمان بجيب الحلقات بتاعتي وبرجحها مكانها مرة تانية وكمان بتأكد بعد تعليق السطارة مرة تانية على القضيب إن هي بتعمل بمنتهى السلاسة وبتتحرك عندي بشكل سريع علشان ما تسببش مشكلة أو ضيق للنزيل أثناء استخدامها تمام؟ يبقى إذن لحد دلوقتي عرفنا ثلاث نقط أساسية في قيمة الديب كيلينج داخل الغرف رقم واحد قلب المراتب السرير وتنظيف صندوق السرير والأرضية أسفل السندوق رقم اتنين عندي تنظيف الأماكن التي يوجد بها غبار في الأماكن العالية التي يصعب الوصول إليها في عمليات التنظيف العادي تمام؟ ودي عن طريق استخدام عصى التنظيف ذات المقبض الطويل وتأكد من تنظيف فتحات التهوية إنذرات الحريق وحدات الإضاءة المثبتة في الأسقف وكمان المراوح إن وجدت داخل الغرفة تمام؟ طيب كمان النقطة التالتة اللي موجودة عندي تنظيف الاستتائر اللي موجودة عندي داخل الغرفة يبقى بنظف الاستتائر اللي موجودة عندي داخل الغرفة عن طريق مجموعة من الخطوات قلناها يا شباب إننا بنزل الأقمشة الخاصة بالسطارة وبكتب على كل جزء منها الاتجاه الخاص بي والغرفة الخاصة ورقم الغرفة بتاعه وبرسلها لي عمليات التنظيف داخل اللندري أو المخسلة وبترجع مرة تانية عندي برتبها وبركبها بنفس الترتيب طيب نشوف المرحلة التالتة الرابعة في عمليات التنظيف تنظيف الجدران والسجاد والأبواب تعالوا كده نشوف برضه زي ما احنا شايفين هنا عندنا مشرفة الغرف بتستخدم الترشونة البيج الخاصة بالخشب أو ترشونة بيضة وبتقوم بعمليات التنظيف الخاصة بالأبواب بتاع الغرفة اللي موجودة عندي طيب كمان زي ما احنا شايفين بقوم بعمليات التنظيف الخاصة بالسجاد وكمان تنظيف الحوائط وأي برويز موجودة عندي على الحوائط يبقى إذن النقطة الرابعة من عمليات التنظيف العميق إن أنا بقوم بتنظيف ثلاث أماكن أساسية ورئيسية داخل الغرفة أولى هذه الأماكن هي الحوائط لما أجي أعمل تنظيف عميق لي الحوائط لازماً أراعي كويس جداً إن الديب كلينينج ده بيحدث للحوائط في خطويتين اتنين أساسيتين أول حاجة إن أنا بعمل فحص جيد للحائط اللي موجودة عندي الحائط ده يكون خالي من البقع وما يكونش عليه أي كتابة وما يكونش عندي فيه مشكلة في الطلاق أو تأشير في الطلاق الخاص بالغرفة طب لو أنا عندي التلات نقطة دول لازماً أتأكد كويس جداً إن أنا نظف جميع البقع اللي موجودة على الحائط عندي باستخدام الكيميكا للخاص بده رقم اتنين إذالة أي حبر لو ربطاً إن هذه الغرفة كان ساكن فيها أطفال وأحد الأطفال استخدم الأقلام وكتب على جدار الغرفة لازماً أتأكد تماماً جداً من إذالة هذه الكتابة اللي موجودة على جدار الغرفة رقم ثلاثة لو أنا عندي طلاق الغرفة بطول مدة الاستعمال بدأ يحصل فيه مشكلة بقع أو إن هذا الطلاق يبدأ يأشر أو يخرج من على الحيطة عندي فأنا ببلغ بشكل سريع جداً قسم الصيانة الخاص بالطلاق وبييجي يعمل لي إعادة طلاق مرة تانية للون الغرف طيب وارد جداً إن ما يكونش فيه أي من الثلاث نقطة دولة حصل إن الطلاق سابت ويه كمان عندي مفيش كتابة ومفيش بقع بس درجة الطلاق اللي موجودة عندي حصل فيها انخفاض يعني إيه بهت كده الطلاق اللي موجودة عندي فتالي وأنا بعمل ديب كيلينج الغرفة بعمل إعادة طلاق مرة تانية للون الغرفة بتاعي عشان ترجع الغرفة لحالتها الأولى قبل الاستعمال زي ما قلنا إن هذا فيه أصلاً من الديب كيلينج إن أنا أعيد الغرفة مرة تانية لحالتها الأولى قبل عملية الاستعمال تمام؟ يبقى إذن فيه عملية تنظيف الحوائط لازماً براعي مجموعة من النقاط إن هي تكون خالية من البقع خالية من أي كتابة على الحوائط الطلاق الخاص به الغرفة يكون جيد جداً والدرجة الطلاق بتكون واضحة وفي حالة إن يكون عكس ذلك بعمل عملية ديب كيلينج وإعادة الطلاق مرة تانية لجدران الغرفة طيب باب الغرفة لما جي أنظف أبواب الغرف اللي موجودة عندي بعمل فيها إيه؟ بعمل تنظيف لباب الغرفة من أعلى إلى أسفل وراعي إن أنا أثناء عملية تنظيف للباب أتأكد كويس جداً إن أبواب الغرف لا يوجد فيها أي خدش مفيش فيها أي خدش طلب فيها بعمل إعادة الطلاق مرة تانية لباب الغرفة كمان بتأكد إن العين السحرية اللي موجودة داخل الباب والإفل الخاص بالغرفة بيكون سليم وده حنشوفه مع بعض الفيديو كمان شوي طيب رقم ثلاثة عندي بشوف أنظف السجاد علشان أعمل عملية تنظيف عميق لي السجاد اللي موجود داخل الغرفة أو المكت اللي موجود داخل الغرفة في حالتين لو أنا السجاد بتاعي اللي موجود داخل الغرفة ملصق بأرضية الغرفة يعني مسبب بما يود كميائية وملصق داخل الغرفة زي المكت اللي بيتم لزقه على أرضية الغرفة هذا النوع من السجاد أو المكت بيتم غسله بأجهزة غسل وشفط الأتربة من السجاد وبيترك لمدة كافية مع التهوية للغرفة لحين جفافه تماما وبعد كده ببدأ أدخل جميع الأساسات بأشتغل عني يبقى إذن أولى الخطوات في تنظيف أرضية الغرفة لو كان أرضية الغرفة مفروشة تماما بالمكت وهذا المكت مسبب بمادة لصقه على أرضية الغرفة يعني ما ينفعش أن أنا شيله واخسله فبالتالي بعمل عملية غسيل وشفط للسجاد ده عن طريق مكينات الغسيل والشفط وبيترك هذا السجاد أو هذا المكت مدة كافية للجفاف مع تهوية الغرفة وطرك الهواء الخارجي يدخل للغرفة عشان يجف عندي أرضية الغرفة تماما قبل إعادة الأساس علي تمام وطبعا عشان أعمل عملية غسيل لأرضية الغرفة كاملة فأنا في البداية عملت إيه يا شباب عملت إزالة لجميع قطع الأساس اللي موجودة عليه علشان أنضف جميع الأرضية اللي موجودة داخل الغرفة عن طريق أجهزة الغسيل والشفط تمام طيب في حاجة لو أنا السجاد أو المكت ده بيتم حمله أو أن أنا بشيله عادي مفيش مشكلة ففي الحالة دي بيتم تجميع هذا السجاد أو هذا المكت وإرساله إلى اللندري عشان ينغسل هناك بأجهزة غسيل السجاد والمكت وبعد كده بيجفف ويرجع إعادته ويتم إعادته مرة تانية داخل الغرفة يبقى تاني في عملية تنظيف أرضية الغرفة يجب أن يتم تنظيف هذه الأرضية وفقا لحالة الأرضية طيب لو الأرضية معليها السجاد ولا عليها مكت والأرضية مصنوعة مثلا من البركيه يبقى بتستخدم أجهزة شفط الأتربة من على البركيه عشان أنظفها كويس جد طيب لو الأرضية دي مثلا سراميق يبقى بيتم عمليات التنظيف وفي الحالة دي براعي حاجة مهمة جدا أثناء عمل ديب كلينينج للغرفة بخاصة للأرضية لازما أراعي وكانت هذه الأرضية من السراميق لازما أراعي وأنا بعمل عملية التنظيف المسافات ما بين قطع السراميق وبعضها اللي بتبقى عادة فيها جزء من الأسمنت هذه المسافات يجب أن أتأكد تماما أن هذا الأسمنت تام وما فيهوش أي كسر ليه؟ عشان أتأكد أن أرضية الغرفة تستمر معايا أطول مدى ممكنة وبالتالي لو فيه أي فراغات ما بين السراميق بعمل في ديب كلينج إعادة ملء للأسمنت اللي موجود ما بين تلك الفراغات عن طريق برضو اسم الصيانة اللي مخصص فيه تنظيف الأرضيات والجدرات بيقوم عامل الاسمنت اللي موجود ما بين قطع السراميق وبعضها علشان أتأكد من سلامتها واستمرارها في العمل بنفس الجودة تمام؟ طيب عندي إيه كمان؟ عندي تنظيف البراويز اللي موجودة عندي على الحائط عشان أعمل تنظيف للبراويز اللي موجودة عندي على الحائط بنقول دايماً يا شباب خلي بالك إن انت بتعمل تنظيف من القطع الأعلى للقطع الأسفل اللي موجودة عندي داخل الغرف زي ما احنا شايفين هنا الروم أتندن بيمسك القطع الترشونة بتاعته وبينظف من أعلى إلى أسفل تمام؟ فبالتالي لما باجي أنظف الحوائط بتأكد كمان إن أنا منسيش أي صورة أو أي برواز موجودة عندي على حائط الغرف كده اتنقلنا للنقطة الخامسة اللي موجودة عندي في القايمة الخاصة بالديب كيلين طيب النقطة اللي بعد كده تنظيف التلفزيون وغيرها من الإلكترونيات اللي موجودة داخل الغرف زي ما احنا شايفين كده مع بعض على الشاشة وعرفنا قبل كده في عملية تنظيف التلفزيون بيتم عن طريق يا شباب عن طريق الترشونة الخاصة بتنظيف الزجاج وكمان بستخدم الجلاس كيلينر في عملية التنظيف وبرش الجلاس كيلينر على الترشونة وليس على شاشة التلفزيون خلي بالك وانت بتعمل عملية التنظيف عشان دي أحيانا بتسبب ضرر في الجهاز وممكن تؤدي إلى تلف وانت بتعمل عملية ديب كيلينج لتنظيف التلفزيون نظف التلفزيون أو شاشة التلفزيون عن طريق استخدام ترشونة تم رش عليها الجلاس كلينر أو منظف الزجاج وبعد كده نضف شاشة التلفزيون بشكل عرضي من أعلى إلى أسفل وبشكل عمودي زي ما احنا متفقين بمشي بالسهم كده وبنزل وبرجع بالسهم بشكل عمودي أو بالزاوية الطايمة الخاصة بأعمال التنظيف بتاعتنا اللي احنا تعودنا عليها قبل كده شباب في عملية تنظيف الغرف طيب هل التلفزيون هو الجهاز الإلكتروني الوحيد اللي موجود داخل الغرف؟ طبعا لا عندي التلفون وعندي التلفزيون وعندي أجهزة كتيرة جدا ممكن تكون موجودة داخل الغرفة وفقا لسياسة منشأة الضيافة والأجهزة اللي بتوفرها داخل الغرفة فبالتالي إما بعمل عملية تنظيف لهذه الأجهزة بعملها إما بترشونة جفة أو بترشونة مبللة بمنظف الجلاس كلينر لتنظيف جسم الجهاز اللي موجود عندي من الغبار أو من البقع اللي ممكن قد تكون ملتصق عليه بسبب بصمات الإيد الخاصة بالنزلاء طيب بعمل إيه كمان؟ خلي بال حضرتك أن أنت لما بتعمل تنظيف عميق داخل الغرفة براعي إيه شباب؟ براعي أن أنا بنظف التلفزيون من الخلف والأمام ما بنظفش جسم التلفزيون من الأمام بس لأ ده أنا بنظف التلفزيون بتاعي أو الشاشة اللي موجودة عندي داخل الغرفة من الخلف الأمام وكمان بحمل هذه الشاشة بعيداً وبمسح المنطقة إلا أسفل الشاشة يبقى إيه براعي في عملية الديب كلينج تنظيف كل جزء داخل الغرفة بشكل قوي وبشكل دقيق من الداخل إلى الخارج ومن أعلى إلى أسفل طيب إيه كمان؟ تنظيف الأساس ودي نقطة مهمة جداً 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 زي ما إحنا شايفين كده مع بعض على الصورة عشان أنضف ديب كلينج أو أعمل ديب كلينج للأساس اللي موجود داخل الغرفة لازماً الأول أعرف نوع الأساس اللي موجود قدامي زي ما إحنا شايفين هنا الهوسنان أو الروم أتندت اللي موجود عندي بينظف أساس منجد زي ما قلنا في البداية خالص أولى الشروط إن أنا لو الأساس عندي منجد بتأكد تماماً إن الأساس ده خالي من البقع كمان ما يكونش فيه أي قطع داخل جسم الأساس طب لو هو خالي من البقع وما فيهوش أي قطع بعمل إيه؟ باستخدام المكنسة زي ما إحنا شايفين كده المشرف الغرف بيستخدم المكنسة للأتربة اللي ممكن تكون داخل هذا الأساس وزي ما إحنا شايفين في الصورة القطعة الأساس اللي موجودة عندي منجدة بشكل كابوتيني اللي بيساعد على ممكن داخل هذه السناية النتيجة عملية التنجيد تحمل معايا جزء كبير من الأترب فأثناء عمليات الشفط لازماً أركتس كويس جداً على هذه المنطقة ليه؟ عشان أتأكد من نظافة هذه الأجزاء الغائرة داخل الأساس يبقى إذن تانية شباب لما باجي أعمل تنظيف لقطع الأساس اللي موجودة عندي أولاً بفحص نوع الأساس اللي موجودة عندي هل الأساس ده خشبي؟ ولا منجد؟ ولا الأساس ده من الجلد؟ ولا نوعه إيه؟ وبالتالي ببدأ أتعامل عليه معاه وفقاً لنوع الأساس اللي موجودة عندي وقلنا إن احنا شفنا في الصورة بتاعتنا إنه مشرف الغرب يتعامل مع أساس أو قطعة من الأساس المنجد هذه القطعة لازماً أعمل ليه عملية فحص في البداية إزاي؟ عن طريق إننا نتأكد إن هذه القطعة خالية تماماً من البقع أو من القطع وبالتالي بعد الفحص ده ببدأ أعمل عملية التنظيف طب لو القطعة دي من الأساس فيها بقع ببدأ أستخدم الكيميكا للمناسب لنوع البقع واللي احنا درسناه قبل كده في الوحدات السابقة في الصف الأول وبعد كده بعمل إيه شباب؟ بعد ما منظف قطعة الأساس من البقع ببدأ أعمل عملية شفط لجميع الأتربة من جميع زوايا القطعة الأساس اللي عندي وزي ما قلنا من أكتر الأساس اللي ممكن يسبب لي مشكلة في عملية التنظيف هو الأساس المنجد بطريقة الكابوتيني تمام؟ بيبكون داخل هذه الطريقة مناطق غائرة داخل قطعة الأساس واللي بتحوي عادة كمية جبيرة من الغبار والأتربة وبالتالي لما جي أعمل عملية ديب كليننج لهذه القطعة لازم أن أتأكد كويس جدا من تنظيف هذه الأماكن الغائرة عشان أتأكد أنني عملت تنظيف كويس جدا لقطعة الأساس اللي موجودة عني طيب لو قطعة الأساس اللي موجودة عندي بها قطع هعمل إيه؟ بالتالي حبدأ أرفع أمر صيانة أمر صيانة عندي لقسم الصيانة اللي موجودة عندي الخاص بي الأساس وببدأ أطلب منهم على طول أن يعمل لي عملية إعادة تنجيد لفرش الغرفة اللي موجودة عندي طيب إحنا كده وصلنا لمجموعة من النقاط داخل قيمة الديب كليننج اللي أنا بنفذها داخل الغرف فيه نقاط كتيرة جدا وأساسيات كتيرة جدا لسه هنتكلم عليها داخل الديب كليننج واللي بيتم تنفيذه داخل الغرف ولكن انتهت حلقتنا النهاردة إلى هذا الحد ألقاكم في حلقة قادمة نستكمل فيها كلامنا إلى هذا الوقت أترككم في أمان الله وإلى اللقاء